مشاهدين الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب وإحنا في برنامج عبر الكتاب بنتناول موضوعات مختلفة أو قاد بنتناول موضوعات دفاعيات نرد فيها على بعض الأسئلة والهجوم الذي يتعرض له الكتاب المؤدس والإيمان المسيحي وفي مرات أخرى بناخد يا إما سفر يا إما موضوع كتابي ونتناول هذا الموضوع من وجهة نظر الكتاب المقدس برحب بكم كلكم وبرحب أيضا بكل مدخلاتكم الواتس أب موجود عن التليفون رقمه على الشاشة ممكن تتواصلوا معنا ولو في أي سؤال أو أي استفسار أو مدخلة نحب نسمع صوتكم ونحب أيضا نتفاعل معكم في أسئلتكم وفي أيضا مداخلاتكم في يوم من الأيام كان في رجل غني كان عنده أراضي كثيرة جدا ونتيجة لهذه الأراضي الكثيرة كان عنده أيضا محصول وفير كثير جدا وكان باني مجموعة من المخازن اللي فيها يقدر يأخذ محصول أردو ويخزنها في هذه المخازن لكن مع ازدياد المحصول رأى أن المخازن اللي عنده دي ما بقيتش تكفي فهي صغيرة وأديمة فقرر أنه يهدها ويبني مخازن أكبر وأضخم وأحدث وفعلا عمل كده قام وهدم المخازن الأديمة وبنى مخازن كبيرة جديدة وبدأ يدخل إلى هذه المخازن كل المحصول اللي عنده وهو بيتفرج على هذه المخازن وهو بيشوف كم المحصول اللي عنده الكبير ابتسم وقال يا نفسي كلي واشربي واستريحي وفرحي الاسنين طويلة بقى يعني هو خلاص شال كل الهم اللي عنده من أجل بكرة وعنده مخزون لسنين طويلة وأصبح كل تفكيره أنه يأكل ويشرب ويستريح ويفرح ما كانش بيفكر في أبديته ما كانش بيفكر أنه العمر قصير ما كانش بيفكر أنه الموت ممكن يكون قريب جدا منه وجاء له صوت الرب وقال له يا غبي الليلة تطلب نفسك منك وهذه التي أعدتها لمن تكون مش العيب أن الإنسان يخطط للمستعبل الكتاب المعدس بيعلمنا كده بيولينا محدش يقدر يبني بيت إلا إذا قعد وحسب حساب النفقة وما فيش ملك يقدر يدخل حرب إلا إذا حمل حساب النفقة عندي قد إيه وقوة الأعداء قد إيه فالتخطيط مهم جدا وإلهنا إله ترتيب يصنع كل شيء في وقته حسنا لكن توجه القلب هو الأساس وعش كده النهاردة هتكلم عن خطية اعتبرها الكتاب بتساوي عبادة الأوثان خطية بسهولة جدا الإنسان ممكن أنه يخطئ بهذه الخطية بسهولة جدا الإنسان ممكن أنه يفكر بهذه الطريقة خطية الطمع الطمع اللي توصف في أفاسوس خمسة خمسة بأنه عبادة الأوثان وتوصف أيضا في كلوسي ثلاثة أيضا بأنه عبادة الأوثان خطية الوحيدة اللي توصفت في الكتاب المؤدس بأنها عبادة وثان الطمع ما هو الطمع وشكده في الحلقة النهاردة هجاوب على أربع أسئلة ناخد موضوع كتاب النهاردة ونتناول هذا الموضوع من زوايا مختلفة أربع أسئلة السؤال الأولاني ما هو الطمع وهل هناك فرق ما بين الطمع وبين التخطيط للمستقبل السؤال الثاني الطمع والغنى من وجهة نظر الكتاب المؤدس هل الكتاب المؤدس ضد الغنى؟ هل الكتاب المؤدس ضد أنه الإنسان يكون غني وعنده خيرات كثيرة؟ السؤال الثالث إزاي أعرف إذا كنت أنا إنسان طمع ولا لأ؟ المقاييس وإيه المعايير اللي على أساسها أقدر أقول إنه أنا إنسان طمع أو أنا إنسان حكيم بخطة لبكرة والسؤال الرابع كيف أتعامل مع خطية الطمع؟ دول أربع أسئلة مهمين جدا هنحاول نجاوب عليهم في هذه الحلقة وعش كده لو عندك أي سؤال أو أي إضافة أو أي استفسار مرتبط بموضوع اليوم شجعك جدا إن أنتوا تتصلوا بنا ما هو الطمع؟ إيه تعريف الطمع؟ عشان نتناول أي قضية لابد التعريف مهم جدا في أي نقاش أول حاجة تحطها هو التعريف لأنه لما بنحط التعريف الصح كل الموضوع بيبقى بعد كده مبني صح إيه هو الطمع؟ الطمع بحسب القواميس اللغوية كويس سواء العربية أو الأجنبية بتعرف الطمع على أنه الرغبة المفرطة في حب الامتلاك الرغبة المفرطة في حب الامتلاك أو الرغبة الجامحة لامتلاك الأشياء والثروات والمكانة يعني الطمع مش مرتبط بس بالمادة بالفلوس الطمع ممكن يكون حتى أن أنت طمع أن أنت تاخد مكانة مش بتاعتك وأن أنت عايز دايما تعلى حتى ولو على حساب الآخرين وأكتاف الآخرين الطمع ده بحسب القواميس ده منقول أنه الرغبة المفرطة أن كل ما أراه أريد أن أمتلكه وكل ما تشتهيه عيني أريد أن أمتلكه وعلى فكرة فيه غلط أو خطأ كبير جدا أنه دايما بنقول أنه الغني أو الطمع مرتبط بالغنى لا 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 ده هناك فقراء أكثر طمعا من أغنياء فالطمع خطية ما لهاش علاقة بغنى الإنسان أو فقر الإنسان ما لهاش علاقة الطمع هو توجه قلب هو حاجة في داخل الإنسان جوه تجعله يريد أن يمتلك أكثر وأكثر وأكثر الطمع الكلمة المرادفة للطمع في الكلمة عدس هي الشهوة أن تشتهي والشهوة هي الرغبة في الحصول على الأكثر والأكثر 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 بلا توقف عش كده الكتاب في سفر الجمعة يقول لنا في أصحاح خمسة وفي الآية عشرة خلوا بالك اللي بيتكلم هنا هو سليمان الحكيم اللي كان وقتها أغنى إنسان يقول إيه؟ من يحب الفضة الفضة هي الفلوس لأنه زمان ما كانش فيه العملة الورقية فكان يأم فضة يأم دهب فكان معظم العملات أو معظم التعامل كان بقطع من الفضة من يحب الفضة لا يشبع من الفضة ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل من يحب؟ خلوا بالكوا كلمة من يحب يعني بمعنى إيه؟ إنه هو ده كل قلبه هو كل هدفه في الحياة إنه يدخل أكثر هو بيحب ما قالش إن الفضة غلط وما قالش إن الثروة غلط لكن قال من يحب ونشوفها في ضوء العهد الجديد اتكلم عنها إزاي الكتاب المقدس من يحب الفضة؟ اللي بيحب الفلوس مش ممكن أبدا يشبع من الفلوس صح؟ دي حقيقة حقيقة بنشوفها يما في حياتنا يما في حيات الآخرين اللي بيحب الفلوس عمره ما يشبع من الفلوس بل يرى إنه كل ما يمتلك أكثر كل ما يعتش إلى الأكثر والأكثر زي ما قال الرب يسوع للمرأة السامرية كل من يشرب من هذا الماء يعتش أيضا لأنه مش ممكن أبدا أن المال أو الغنى يملى فراغ قلب الإنسان التمع هو خطية خطية مرتبطة مش فقط بالمال زي ما قلت لكنها بتشمل كل رغبات الإنسان الشريرة خطية خطية بنشوفها حتى في الطفل الصغير في البيت بتتمثل في الأنانية لما تلاقي طفلين كده يكون عندك أكثر من طفل وبيلعبوا مع بعض تلاقي إنه كل واحد عايز يمتلك كل اللعب كل ما موجود في البيت هي مش مرتبطة فقط بالمال يمكن بنشوف صورتها الكبيرة في المال لكن التمع هو رغبة شريرة وشهوة في الحصول على المزيد والمزيد مما يمتلكه الغير وكل ما بيكون في يد الغير الشيء كل ما بيكون هذا الشيء في نظر الإنسان التمع هو الهدف بتاعه أن يحصل على ما في يد الغير وعش كده رب في العهد الأديم وكررها أيضا في العهد الجديد ألنا الوصية لا تشتهي لا تشتهي لا تشتهي ما ليس لك فدايما الشهوة مرتبطة بما يمتلك الآخرين عش كده لا تشتهي امرأة صديقك ولا تشتهي بهيمة صديقك ولا تشتهي غناه أو محصوله أو أرضه أو ثروته الشهوة الشهوة شهوة العيون الطمع زي ما قلت الكلمة المرادف لها في الكتاب معدس هو الشهوة والطمع مش مرتبط بالأغنياء لكن المرتبط بقلب الإنسان سواء غني أو فقير زي العطاء مش مرتبط بالغنى يا مناس فؤرة كتير جدا عطاءهم بيثوق مرات ومرات ومرات عطاء الأغنياء فهو توجه قلب طبعا لما بيكون هذا توجه القلبي موجود في الإنسان ويبدأ يغنى ويبدأ تزداد ثروته ويبدأ يستخدم هذه الثروة أنه أيضا على أكتاف الآخرين يبني ثروة أكتر وأكبر 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 بيكون زي ما قول الكتاب أنه من يحب الفضة لا يشبع من الفضة طب في الكتاب مؤدس ده التعريف يمكن نقول اللغوي أو التعريف المتعارف في قواميس اللغة لكن ماذا يقول الكتاب المقدس عن الطمع وكيف يعرف الكتاب مقدس الطمع الكلمة كلمة طمع بلونيكسا بتعني الرغبة في الحصول على المزيد أعرفين البحر الذي لا يشبع مع أنه النهر بيصب ميته في البحر لكن هذا البحر لا يشبع ده بالزبط الطمع الرغبة في الحصول على المزيد دون توقف والرغبة دون توقف بتساوي زي ما قلنا في سفر الجمعة خمسة عشرة إنه لما بيقول من يحب الفضة فهي أيضا محبة المال وعش كده الكتاب واضح جدا في كل كلمة سجلها لنا الوحي المقدس الوحي المقدس قال لنا إيه قال لأن محبة المال زي ما قال سليمان إنه من يحب الفضة لا يشبع من الفضة هنا بيقول لنا الكتاب لأن محبة المال أصل لكل الشرور خلوا بالكو إنه أصل كل الشرور جاي من محبة المال من يحب المال يستخدم كل الوسائل الممكنة للحصول على المال من ابتزاز من فساد إداري من من رشوة من ظلم الفقير والأرملة من استغلال الضعفاء من استعباد الإنسان لأخيه الإنسان كل ده ناتج من محبة المال أصل كل الشرور أصل الأنانية اللي بتكون موجودة في الإنسان القتل في مرات كثيرة بيكون الدافع إليه هو محبة المال السرقة الدافع لها طبعا بكل تأكيد هي محبة المال النصب الاحتيال محبة المال عش كده إذا ابتغاه قوم يعني إذا إذا وجهت قلبك بكل ما فيك من قدرة نحو هذا الغرض إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة بس بيبقى بعد فوات الأوان في المساوس الأولى ستة وعدد عشرة الطمع ارتبط في الكتاب المؤدس بالشحوة وفي المرات التي ذكر فيها الطمع ارتبط أيضا بالشحوة الجنسية مش بس الشحوة بصفة عامة عشكده الوصية الكتابية المهمة جدا لا تشتهي والشهوة هي الرغبة في امتلاك مال الغير يريد أن يمتلك مال الغير يريد أن اللي عند الغير يصبح عنده حتى لو عنده كتير على فكرة هو دايما يرى نفسه مقارنة بغيره حتى لو عنده قد كده فدان غيري عنده اتنين ازاي هو يكون عنده اتنين فدان وأنا عندي فدان فدي دي الرغبة في امتلاك مال الغير ويتمنى زوال النعمة من الغير اللي عند الغير عشان تكون عنده فيكون بيحسد ويكون غيور ويكون مرائي ويسلك طرق معوجة عشان يحصل على اللي موجود عند الاخرين رب يسوع وضح حقيقة مهمة جدا لما اكلم عن انه ازاي قلب الانسان هو مصدر الشرور ومن ضمن هذه الشرور الطمع يقول الرب يسوع في مرء السبعة وفي عدد واحد وعشرين الى تلاتة وعشرين لانه من الداخل من داخل قلب الانسان من قلوب الناس تخرج الافكار الشريرة زنا فسق قتل سرقة واي طمع يبقى الطمع خطية مرتبطة بقلب الانسان خبز 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 مقر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الانسان الطمع حتى علم النفس لا يبرر هذا يمكن بيدور على سبب لكن الطمع منشأه الأساسي هو فعلا قلب الإنسان وعلى فكرة حتى الإنسان اللي بيبقى كده وإذا امتلك ما بيشبعش من الامتلاك ويريد أن يمتلك ويمتلك 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 إلى النهاية لأنه من الداخل دي الحقيقة اللي لازم كلنا نقف قدامها إن كل خطية في حياتنا كبشر منشأها القلب وعش كده ده اللي بيميز الإيمان المسيحي عن أي إيمان آخر لأن الإيمان المسيح بيتعامل مع قلب الإنسان بيتعامل مع جوهر المشكلة بيتعامل مع أساس المشكلة ومنبعها فلو إذا ما تغيرش القلب هيظل الإنسان طماع لأنه القلب ما تغيرش حط قوانين زي ما أنت عايز تحط عمر القوانين ما تغير ما في قلب الإنسان يمكن هتخوفه يمكن هتخليه فكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما يعمل يمكن تريسترين أو أنها تحجب كثرة الخطية لكنها ما بتلغيش ما بتغيرش قلب الإنسان شيل القانون وشوف الإنسان يعمل في حتى في البلاد المتحدرة إذا اختفى القانون ظهر ما في قلب الإنسان من شر وسرقة وكذب وزنة وفجور وعهارة وتحدي للقانون وكسر للقانون وطمع إلى آخره وعش كده حتى بنشوف أوقات كتيرة على تلفزيون أوقات لما بيحصل مصيبة أو كارثة مثلا حصل زلزال أو حصل فيضان أو حصل هيروكين مثلا في حتة والبيوت الضمارة تجد الناس مش بت يعني فيه ناس بتجري على الأماكن دي علشان تقدر إنها تحمل القانون مش موجود فيه ظروف فيه مقاسي موجودة فيه كارثة موجودة فالقانون مش موجود ولا الشرطة موجود فروح يعمل يشير بقى يختر المحلات وياخد اللي فيها يعني يعني ياخد ما في المحلات من أشياء ويسرعها لنفسه ويحملها لنفسه لأنه مشكلة الإنسان هي في قلب قوانين موجودة علشان تحجب الشرط لكنها ليست موجودة علشان تغير قلب الإنسان وده الروعة في الإيمان المسيحي وفي الفكر المسيحي أن المسيح يغير قلب الإنسان من جوه يتعامل مع مشكلة الإنسان الأساسية ورب يسوع أيضا قال لنا حاجة جميلة جدا في اتنين إخوات غالبا باباهم توفى وترك لهم مراث فلما جم يتقسموا واحد فيهم ظلم الآخر فجم للرب يسوع بيسألوه كل أخي أن يقصم من المراث هو مش هدي الديني مراثي مش هدي الديني الجزء اللي تركوا ليا أبويا من أقام من أقامني عليك قاضيا أو مقصما وقال لهم انظروا وتحفزوا من الطمع انظروا وتحفزوا من الطمع فأنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله اللي بديك الحياة مش هو الماء ودرب ودرب لهم مثلا قائلا انسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل مش العيب ان الانسان يقول طبعا هاعمل ايه وده اللي بتكلم عنه التخطيط اعمل ايه لأن ليس لي موضع اجمع فيه ثماري انا مش ارميها برا انا ارضي اثمارت كتير جدا وجابت غلة كتير جدا والرب باركني كثيرا جدا والغلة اللي عندي دي مش لقلها مخازن المخازن اللي عندي وليلا وقال he's planning for the future او هو بخطة المسابل وقال اعمل هذا اهدم مخازني وابني اعظم واجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي الى حد الى حد هنا الرجل ده كويساوي الرجل ده ما كسرش وصية ولا اظهر شر ولا اي حاج الرجل ده رجل عملي رجل عملي عنده ثمر كتير محصول كتير مخازن اللي عنده مش هتكفي فقال انا طيب انا هعمل ايه بالباقي انا ابني مخازن اكبر منه لحد كده لو القصة وقفت لحد كده يبقى رائع كنا ناخده كمثال للتخطيط والتفكير المستقبلي وللحكمة في التعامل مع المشكلة لكن المصيبة الكبرى فيما كان في قلبه المصيبة الكبرى انه الكلمات اللي قالها بعد كده هي اللي كشفت شر وقلب هذا الانسان الشرير كلمات اللي بعد كده بقيله واقول لنفسي مش اشكر ربنا لا 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 ولا ولا استخدم اللي عندي لمجد الرب لا 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 اوساعد به الاخرين اعمل مخازن و اطلع منها للفقراء وللمحتجين لا لا ما افكرش في كده واقول لنفسي هي دي مشكلته مشكلته كانت جوا واقول لنفسي يا نفسي لكي خيرات كثيرة موضوع لسنين كثيرة فين ربنا لا 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 انا بقى هتمتع بعيد عن ربنا انا 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 خططت للمستقبل والسنين اللي جاية دي بقى اعملت اللي هي فيها خطة ان انا اكل واشرب وعيش وانبسط وربنا مش موجود فصار كل اعتمادي وكل حياتي هو ما امتلك من مال حتى لم افكر في المحتاجين والمعوزين من ارامل ومن ايتام ومن فقراء فقراء واقول لنفسي لكي خيرات كثيرة موضوع لسنين كثيرة يعني خلاص بقى استريح استريحي واكلي واشربي وافرحي باطل غناية لو مش منظور ابدي باطل علمي لو مش منظور ابدي باطل مكانت الاجتماعية لو مش منظور ابدي باطلة حتى خدمتنا للرب لو مش من منظور ابدي بحسب ملكوت الله فهي باطلة عش كده يقول الرب بقى قاله العبارة يا غبي لي لانه ما فكرش ببكرة في ابديته ما فكرش انه الموت على الابواب ما فكرش انه عايش غريب ونزيل على هذه الارض فكر انه الارض هي الحياة او هي المكان اللي هيقض عليه كل حياته يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك انت الليلة هتموت وهذه التي اعدتها لمن تكون هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله هو كنز لنفسه لكنه ما عملش الابديته شايفين ايه جمال تعاليم الرب يسوع طيب الطمع هو عكس الحب زي ما الانانية عكس الحب الطمع ايضا عكس الحب ليه هملكم مقرنة كده سريعة الطمع مبني على ايه على الاخذ تاخد تاخد اكتر واكتر 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 من يحب الفضة لا يشبع من الفضة فكل ما تشتهيه نفسي هحصل عليه وكل ما احصل عليه احس ان انا ما زلت ما عنديش حاجة فاحصل على اكتر فالطمع مبني على الاخذ حتى الاخذ ما في يد الاخرين من فقراء او من محتاجين او من اناس تعبوا في مجهود كبير المهم اخذ اللي عندهم العطاء مركزه الطمع السوري الطمع مركزه الذات الذات انا انا وما بعدي طفال مش حد تاني لا افكر انه حد يغنى معايا او افكر انه افيد الاخرين او افكر باني يبقى بعمل خير للاخرين المحبة بقى هي العكس هي النقيد نقيد العطاء هي المحبة المحبة هي العطاء بل والسخاء في العطاء يبقى الطمع هو الاخذ المحبة هي عطاء واش كده الطمع نقيد المحبة لانه كل واحد بيعمل عمل نقيد الاخر واحد بياخد واحد بيعطي فالمحبة فالمحبة هي العطاء والسخاء في العطاء وعلى فكرة القيم دي قيم دي موجودة كتير جدا في العالم الغربي مش موجودة في العالم الاسلامي ليه لانه ما تعلمش المحبة ما شفهاش ما اختبرهاش يعني قلولي كده واحد من اغنياء العرب الامراء او الملوك العرب اللي موجودين اللي فلسهم بلا عد ممكن يعني يشتري اللي هو عايزه بملايين بل بمليارات الدولارات قلولي كده واحد فيهم من هذا العالم الاسلامي قرر ان يستخدم ثروته لخير البشرية مفيش مفيش او انه انه يحط نص ثروته من مليارات لخدمة البشر مفيش او انه انه يضع ملايين الدولارات في هيئات اجتماعية او او لتوفير نواحي صحية وخدمات بيئية لمجتمعات محتاجة مفيش مفيش اكما سانتيجي في الغرب اسماء كتيرة بيلجيت صاحب مايكروسوفت اللي بيستخدم ثروته انه حتى يحل مشكلة الصرف الصحي في البلاد العالم الثالث علشان الانسان مايشربش مية ملوثة بمية الصرف الصحي وبيصرف ملايين ومليارات الدولارات في العالم الثالث علشان يوفر كل الفاكسين او التطعيمات اللي بيحتاجها الاطفال من شلل الاطفال الى اخره كل ده بيدفعوا من جيبه ليه كده لانه المحبة عطاء ولانه القيمة دي هي القيمة اللي بيركز عليها الكتاب المؤدس اللي تبانى عليها المجتمعات الغربية العطاء لكن في المجتمعات الشرقية الاسلامية القيمة اللي تبانت عليها المجتمعات دي هي الاخذ وما هو للاخر حق لي ان اخذوا سواء بالسب فاسب فاسب نساءهم واملاكهم واخد مقتنياتهم واحصل على ما عندهم لانه ما يستحقوش الحياة زي ما كان ابو صحاق الحويني يقول لك انه احنا ليه فقراء في العالم العربي لان احنا لا نجاهد لو احنا بنقوم بغزوة سنة او او غزوتين كل سنة كنا رحنا وجبنا الفضة والدهب والاملاك والنساء وبيعنا النساء دول في الاسواق وغنينا ده التفكير انا عايز اقوليكم بس ازاي التفكير دو منبعه ايه محبة هي العطاء بل والسخاء في العطاء المحبة تفكير وتهتم بالاخرين الطمع انانية يفكير في ذاته اما المحبة فتفكير في الاخرين وده اللي بنشوفه في شخص الله الذي هو محبة لانه هكذا احب الله العالم حتى اعطى بذل ليس لأحد حب اعظم هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه هذه القيم مش موجودة وان كانت موجودة فهي قليلة جدا 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 عشكده كتاب يقول لنا في حسقيال 22 اخذوا الرشوة لسفك الدم اخذت الربة والمربحة وسلبت اقرباءك بالظلم المال استخدم لظلم الاخرين حتى الاقرباء لما بيكون الرب مش موجود الطمع بيدمر الفرد ويدمر الاسرة جبنا منين الكلام ده جبنا من كتاب معدس ما جبناش حاجة من عندنا يقول لنا كده في افسوس خمسة وعدد اربعة ويس فانكم تعلمون هذا ان كل زاني او نجس او طمع الذي هو عابد للاوثان خلو بلكو الطمع هو عابد للاوثان جعل المال او جعل ما يشتهي اله يتعبد له ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله يبقى هلك نفسه بيقود نفسه للتهلك وده لقاله الرب يسوع له كل المجد ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه اربح العالم زي ما انت عايز تربح بس لو انت خسرت نفسك ولا العالم هيفيدك بشيء فالطمع بيدمر الفرد لكن كمان الطمع بيدمر الاسرة شوف كمان في كورونسوس الاولى ستة وعدد تسعة وعشرة لا تضلوا لا زنا ولا عبدت اوثان ولا فاسقون ولا مؤبنون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يريثون ملكوت الله وخلي بالكم هنا ان كل فعل جاء في بمعنى المضارع المستمر ان هؤلاء يعيشون في الزنا ويستمرون في الزنا يعبدون الاوثان الان وغدا والى الابد فاسقون مضاجع ذكور وصارقون مش بيكلم عن انسان عمل خطيئة وتاب عنها لا 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 بيكلم عن اسلوب حياة عايش الانسان هؤلاء الذين يعيشون باسلوب هذه الحياة بهذه المبادئ لا يريثون ملكوت السماوية لكن اذا تكسر دوا وعرف الانسان المسيح حتى لو كان زاني حتى لو كان صارق حتى لو كان طماع حتى لو كان يقول هنا سكير لو عرف الرب وكسر هذا وهكذا كان اناس منكم كلم عن المؤمنين اللي كانوا في كرونسوس لكن نعمة المسيح افتقدتهم طهرتهم غسلتهم وجعلت منهم ابناء لله الخطيئة ممكن تتكسر واللي يقدر يكسرها وحده هو شخص الرب لما تجيله تائب لما تجيله وتقوله اعني ارحمني انا الخاطئ الاسرة كمان يقول كده في سفر الامثال واصحاح خمستاشر وفي عدد سبعة وعشرين المؤلع بالكسب وكلمة كسب في الانجليش دا جريدي اللي هو الطماع يعني دا جريدي الانسان الطماع المؤلع بالكسب يكدر بيته رون his house or رون their household بيفسده بيوتهم لانه بيبقى كل الاله اللي بيتعبد ليه هو مكسبه على حساب اولاده وبيته ومراته وأقرب والكاره الهدايا يعيش يعني ما بياخدش رشوة بيعيش والرب كمان بيكرمه طيب التمع يفسد القادة يفسد اي نظام اداري ممكن يكون موجود وهم رعاة لا يعرفون الفهم التفتوا جميعا الى طرقهم كل واحد الى ربح اقصى يعني كل الرعاة دول او كل القادة دول كل واحد فيهم بدأ يلتفت للربح وانسد الانسان بدأ يلتفت للربح وده المشكلة اللي بنعنيها في بلادنا وبالاخص في مصر اروح كده اعمل اي مصلحة حكومية ممكنتش تدفع مش هتمشي مصلحتك الحكومية من الكبير للصغير وعش كده بيفسد الامة بيفسد القادة اجي الى حاجة مهمة جدا وهي ماذا يقول الكتاب المعدة هالغنى شر الغنى عمر مكان شر الغنى بركة ولو انت الرب مبركك ماديا دي بركة من عند الرب الغنى شيء صالح لكن في نفس الوقت خطير وبيضع عليك مسؤولية كبيرة اذا نظرت للغنى على انه عطية من الرب ومن عند الرب ولخدمة الرب ولمجد الرب ولبركة الانسان اخيك الانسان بيكون الغنى بركة لكن اذا اعتبرت الغنى هو متكلك تستند عليه الاله اللي بتعبده واستخدمته لاغراضك الشخصية وصرت عبيد او صرنا عبيد له يكون الغنى لعنى يكون الغنى لعنى عش كده الكتاب بيوصل اغنياء وصية مهمة جدا واما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة لانه عايز بقى غني فهو كل الطرق تؤدي الى الغنى فهيسل كل الطرق علشان يبقى غني تغرق الناس في العط والهلاك لان محبة المال اصل لكل الشرور الذي اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثيرة اوصل اغنياء في الظهر الحاضر انت مش تاخد غنياء على فكرة معاك في الظهر الحاضر حيالة انت عيشها لو انت الرب مبركك ولو انت غني اوصل اغنياء في الظهر الحاضر ان لا يستكبروا بمعنى متشوفش نفسك متتعالاش على الاخرين متجعلش الغنى هو متكلك ان لا يستكبروا ولا يلق رجاءهم على غير يقنية الغنى بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع وان يصنعوا صلاحا اخرج برداتك بارك الاخرين زي من رب بباركك وان يكونوا اغنياء في اعمال صالحة وان يكونوا اسخياء في العطاء كرماء في التوزيع مدخرين لانفسهم اساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الابدية ازاي اعرف لو انا انسان طماع ولا لا طبعا اي انسان طماع يقولك انا مش طماع لكن هناك اكيد ممكن نختبر انفسنا اول اختبار انك تسأل نفسك هل ما تمتلكه هو ملك للرب وانت وكيل ولا ده من حقك الشخصي ده اول سؤال هل دي املاكك انت امتلكات انت ورب ملهوش اي دخل فيها ولا انت شايف ان ما عندك من بركة هو من عند الرب هل انت مالك ام وكيل ده السؤال الاساسي هل انت مالك لما تمتلكه ام انت وكيل زي ما يكلمنا الكتاب وكيل على امانة الرب استأمانك عليها وهيجي الوقت اللي الرب يحسبك على هذه الوكالة ان كنت امينا فيها او غير امين لو انا عرفت ان هموت بعد سنة ازاي هتصرف فيما امتلك هتبعيش ازاي امتحن نفسك هل هتفكر انت غريب ونزيل على هذه الارض هتترك كل شيء ولا هتفكر انه الهل لا دي املاكي حتى الاخر لحظة انا هتمسك بيها ليه عايز المزيد ليه مش مكتفي باللي عندك هل انا مهتم بامتلاك الاشياء اكثر من تفكيري في الحياة الابدية هل امتلاك الاشياء اهم جدا من امتلاك الحياة الابدية هل تفكيري في الحياة الارضية اكثر بل هو كل تفكيري والحياة الابدية انا لا افكر فيها ابدا الانسان الطمع كده كل ما يفكر فيه هو على هذه الارض دون ان يضع للابدية اي اعتبار اما الانسان اللي عرف الرب فهو يصنع كل شيء من منظور ابدي ما هو مصدر الامان الحقيقي في حياتك بينك وبين نفسك انا عندي مال اعتمد عليه انا عندي مركز مكان اعتمد عليها ما هو مصدر الامان الحقيقي في حياتك الاشياء ام الرب هل انا كريم في العطاء وسخي ولنا بخيل جدا ده امتحان اخر الانسان الانسان التماع ما بيديش ياخد اما الانسان المحب فيعطي ما مدى العطاء في حياتك هل بتعطي وبتعطي بسخاء وبتنفذ الوصية الالهية اعطوا تعطوا كيلا ولبدا مازوزا تعطونا في احضانكم هل انا عندي مبدأ الغاية تبرد الوسيلة انا عايز اغنى وخلاص فمهما كانت الوسيلة مبررة عندي كذب غش خداع بضاعة مضروبة بضاعة فاسدة لحمة فاسدة كل ده مش مهم استورد او استورد اكل فاسد عشان اعدي للناس استورد ادوية فاسدة او مهم ان انا اغنى اغش فيما اصنع ولانا انسان امين اخر سؤال تسأل نفسك فيه ايهما اكثر قيمة عندك الناس ام الاشياء وده سؤال مهم جدا هل الناس هما قيمة كبيرة عندك ولا الاشياء هي اللي تهمك و سوري في اللفظ اياما الواحد سمع تغور الناس المهم ان انا احصل على اللي انا عايزه طيب اخر حاجة اختم بها طيب اذا طلعت وانا بامتحن نفسي الامتحانات دي طلعت انا انسان مش بدي بحب الاخذ الاشياء عندي اهم من الناس يعني مش بفكر في الابدية قد واكتشفت ان انا انسان طماع ماذا افعل تبد انك تتوب والتوبة في الكتير المؤدس ليست هي الندم جزء منها الندم لكن التوبة هي تغيير المصار تغير مصارك تكتشف ان انت ماشي في طريق غلط فتعكس وتمشي في الطريق الصح هي تغيير فكر تغير عن ذهنكم عن فكركم بتجديد ذهنكم التوبة ان انت تعترب بالخطية خطية الطمع وان انت كنت تعيش لاشياء واعتبرت هذه الاشياء هي اله تتعبد لها نهارا وليلا الايمان بالمسيح بيغير القلب حاجة تانية تعلم الاكتفاء والقناعة امت تقدر تقول I have enough عندي ما يكفي امت تقدر تقول انه انا صرت انسان قنوع التقوى مع القناعة الاتنين مع بعض ما خافت الله بتولد جوايا قناعة اتعلم انك تكون مكتفي بما عندك قال ده معناه اننا ما فكرش البكرة ومخطر لا 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 مش بتكلم على كده انا بتكلم على توجه قلبك انا مش بتكلم على الاحتياجاتك اليومية اللي انت مسؤول عنها ان انت تسديدها لا 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 انا بتكلم على التوجه القلب انت عايز عايز ايه انت عايز ايه انت بتسعى وراء ايه لانه حيث يكون كنزك هناك قلبك ايضا وحيث ما ايضا يكون قلبك هناك كنزك ايضا انت كنزك ايه ده السؤال الاساسي قلبك رايح فين اهج اكلم على مسؤولياتك ايه وان انت المفروض تقوم بكذا وكذا وعش تتدبر كل احتياجات اسرتك لا 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 الموضوع اكبر من كده الموضوع بيتكلم على توجه القلب اتعلم الشكر هل انا انسان شاكر هل انا بشكر ربنا على اللي انا عندي وبشكر ربنا على اللي عندي فلان وبشكر ربنا على اللي عندي قريب الفلان تعلم الشكر اخر حاجة تعلم العطاء اخرج برا ذاتك واعطي وتعلم انك تعطي من احتياجك مش الزيادة اللي عندك لان المعطي المسرور يحبه الرب الرب يبرككم ويستخدمكم وتكونوا بركة في كل حياتكم ونلتقي في حلقة جديدة الاسبوع القادم سلام المسيح يكون معكم اشتركوا في القناة